كما طلق وزير الخارجية اتصال هاتفية من أسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويجة وبحث خلاله الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة وأكد الوزيران على مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وكذا حجد الدعم الدولي اللازم من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل ومستدام وفي هذا السياق تطرق الوزيران إلى عمل لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني وفي سياق متصل أكد الوزير شكري التزام مصر الراصخ وذلك منذ بدء الأزمة بمواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية ومع الأطراف الدولية الهامة لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات